نجده الخميس معين الخميس كل اللعبين حمزة التيفي نجحنا بش نجده كيف كيف العزيز الشتيوي اللعب زادة كذلك لعب ممتاز جدا لكن ما نجح نشمع قال احكايتها ماذا العزيز الشتيوي ما هي الحكاية ربي يهدي وكالة اللعبين ربي يهدي ما نقول لك ربي يهدي كما رأى الفادع كما عزيز الشتيوي زوز تعرضوا الى زوز عمليات تحايل من عند كون فممكن وكالة اللعبين بالخارج وكالة اللعبين في الداخل تحايلوا عليه اه شوف بصراحة الحقيقة موضوع وكالة اللعبين انا حتى في اتصالي بالدكتور وديع الجري رئيس جامعة تونسية كورت قدم كونه يجب حماية اللعبين من من جشع وطماء وأطماء وكلال اللعبين يبدوا يشوشوا على اللعبين ويبيعونهم في الأوهام هو وكالة عمالهم واحدة هو واسيم التايب لا ما نعرش شكاك ما نعرش وكالة عمالهم مشكلة من لعبية ما انا قتلك ربي يهدي ما نعرش تفاصيل ممكن وكالة عمال في الداخل وفي الخارج فما ما نعرش تفاصيل ما نعرش لكن اللي نعرفه كونه نعرف اللعبين متاعي نحكي باسم اللعبين متاعي لعب خريج مدرسة رجل ذي تونسي ولد عاقل ياسر تعرض لعملية تحايل نعرف تعرض لعملية تحايل منين الوكيل اللعبين اللي في الخارج ولا اللي في تونس ما نعرش دي عقل تحايل ما كل عمال من داخله من الخارج من داخله من hears قتلك من شكون بالظبت ما نعرش antage نجاوز الموراكم اللعقد متاع امريكا مدالس العقد اللي يجي مدالس شكون اللي يجيبو مدالس اللي كتصلنا بال ... بالنادي ... في امريكا تصلنا بالنادي في امريكا قال العقد مدالس يهو كون جابولو العقد ما نعرش تدسلو اللعب نحن نعود على موضوع وديع الجريد سي وليد لدينا نصف الأخبار لكن بعد أن يدخل معنا وكالعمال لعبين واسيم التايب بخصوص موضوع عزيز الشتيوي ورائد الفيدا عنده موضحة فراموة وسيم التايب لدينا ثلاثة دقائق واسيم قبل الأخبار بسرعة يجيز وضحنا ما هي الحكاية بالضبط أخويا إسلام سعنا تدر منك أنت على المباشر أخويا ممكن حزيزة تسارت مني بذلك أنت تدرك شخصيا ليس مشكل أخويا اخويا رغم العيب أنه رئيس الجماعية سيد وليس الله ده رئيس مستقبل السلمان أنه يحرص في ملعبيته على الواتساب ما أنا على الجروب الواتساب أنا عندي ملعبية رغم إرجال وحاجة ميد لابيت حيلت على ملعبي عزيز الشتيوي كيشاني العرض من الهذاية من السيد اللاجون الفرنساوي اللي حكيت لك عليه فهمتني كل شيء قلتوا بس نحاولوا ليفلوس دي بيراتوار ونتعامل معهم مدين ويعرفوا هم أيامات الكورونا هو الكلام تقال واسيم حتى قل ما يقول وسيم واني تجليت حتى في الفيسبوك قاعد يتقال برشة الكلام سمحني يا سي وسيم أنا طوب الشطول لا 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 طوب معاجل أسمعني يا عاد أنا أسمعني يعرف يا سي وسيم سيكون يخدم واسيم التاب همضيف والدعائلة فهمتني والدعائلة فهمتني والدعائلة noite واسمعني متربي على الأسس وعائلة دستورية وعائلة بركبية متحيل أنه بشي تحايل على العاباد أنا ما تذبح على أنتكلم واسمعني أسمعني أنا عزيز أنا longer سي واسيم. واسيم نسمع بعضنا. واسيم ميسلش. هاسمع سي وليد. لاحظة الناس كله ولاد عائلة رأى وما فهماش حاجة جديدة. اما انا ما حبيش نتكلم ومش بتكش. لكن طواني مش نحكي. انا ما حبيش نتكلم ومش بتكش حتى بالاسم. وانتي ما كتدبرش عليا انا شنو اقول في الواتساب مع ولادي. واضح. لانه انا كي نحقي كلهم ردوا بالكم من متحايلين. ونحكي على واقع. فما كي ما فما ناس به يا برشا. في ووكلة اللعبين فما متحايلين. انتي اعتبرت روحك متحايل اليوم. يعني. انا لحظة عاد لحظة. ساعات عملت الهوارك. انا ما سامي تكش. Architects. لحظة يا سيوا يس في لي. يا لحظة ياắnوا يانا طاو بش نتكلم. انا حتى الإعلامي معايا. ما سميتكش وما قلت قل شوف يا абсолютно وكيل عمال في الداخل ولا في الخارج ما سميتكش انتي طو وكي تكلمت حتيت روحك من المتحيلين انتي تكلمت انا قلت فما وكلاه لاعبين بهين وفما وكلاه لاعبين مشتهدين وفما وكلاه لاعبين متحيلين انتي ادخلت اعتبرت روحك ووكيل لعبين متحيل أي يا ناث셔 انا مش يتكلّم 高وسيانك يا هاديه الالجل وليدcriمدا ماتين philanthropic !! باطل الإعلام انت Enlighton عليها شكالة متحيل لأنه أنا لأنه أنا لم قلتش أنا قلتل Но Möglichkeit لأنه كيقول أنا حذرت اللعبين بتاعي من بعض اللحاظ اللاعبين الماتحيل ودينة قلهم U to be in a أنت ما قلتش حما لم يافل انتم في السوق مالا م까 consensus أسمع ليس ملز ونقولك فما في السوق كما فهم رواسي جماعيات باهين كما فهم رواسي جماعيات راو موجود الباي والخايب موجود في كل بلاسة وأنا بتبعه فهم أرتيكل أهبط بارتاجيته في الجروف حوليه لأنه أنا كيف كيف كما اللاعب رو نعتبر هو واحد من عائلة هو توقيت دخل قال سي وليد جلاد يحرض على اللاعبين يحرض في اللاعبين وانا مجبتش ولي وسيم التايب بعدها لمحت له سي وليد لمحت له قلت وكيل أعمال عزيزتيوي لا قلت وكيل أعمال عزيزتيوي في الداخل وفي الخارج أنا هو اللي تحيل قلت الزوس في الداخل وفي الخارج قلت لي شبيك قلت لي ما نعرش ما الذي يتحيل عليه العقد لما عندي وثيقة رسمية تثبت اللي النادي اللي برتجها سي وسيم التايب ولي وقت اللي تتفاوذ بيا دائما كنش نحب نحكيه سيديا يابش نحكيه ووقت اللي أنا نستخدم نستخدم نحكي لأني التزمت لما نحبش نتهم سي ولي تحبيت كل حاجة أقبل منقصه أنا ما حبيش ندخل في هذا وما نحبش لأنه بالنسبة لي أنا كما قلت لك اللاعب اللي يتقمز زي مستقبل رياضي بسليمان نعتبره كما ولدي ونحب ننصحه وفي قضية عزيز الشتيوي في قضية عزيز الشتيوي وقت اللي المستقبل بسليمان كنا نتفاوضه مع عزيز على تمديد العقدة متاعه بموسمين كان فما طرف اللي هو سي وسمتيب وكيل اللاعبين قدم عرض قال وهبت في نفس اليوم وقت اللي المستقبل يذي بسليمان تنجم ترجع لليوم بالضبط عنا وقت هتربص تحذيري في منزل بورغيبة مددنا للعب ومشايا للعب المركز تربصات والحمد لله اللاعب عندهم تراجع فاميليال اكستراروردينير معتها والدته ابوه وعموماته أحاته بيه ما كانش لو سار له نفس الي سار رأى الفدع المستقبل ذي بسليمان يعلن على تمديد العقد الرسمي العزيز الشتيوي في المقابل الوكيل اللاعبين هذا يهب التدوينة يهني فيها ويعلن فيها بالتحاق عزيز الشتيوي الفريق في مريكيا ويقول على خطاء رأى الفدع بالضبط في ددوينة موجودة عندي حتى كان فساخه هو وعندي الكابتوري كرون اتفاجئنا قالي اللعب كلمني ما تفص خطش الددوينة موجود كلمني رجعت لها القيطة في نفس اليوم موجود اي اه كلمني اللعب وابوه قط له كان يجيب مئة الف دينار بالضبط نعطيك التفاصيل لاني قلت كان عطيتك حتى الوجور نعطيك وجور حتى اللاعبين كان يجيب اللعب مئة الف دينار انا اليوم قد وانسايبه قال لي تمشي شي سي كلمني الوكيل اللاعبين هذا قال لي يمشي شي ما تسايبوش لا قد وانسايبه قال لي كان سي ولي تحب انتي ما تسايبوش راي نخرج منها نخرج منها قلت لها ما تخرج منها وقعت كان فاما مئة الف دينار لكن جيب لي كونفنشيون دو ترانسفير نتعامل مع الفريق الفريق اذا كان الفريق يحيل المستقبل رياضي بسليمان الحساب المستقبل رياضي بسليمان مئة الف دينار انا غدوا نسايبو الله موش برشة معنا مئة مليون مئة الف دينار غدوا نسايبو اللاعب لانو اللاعب مسكين ولا في ظروف اخرى خرج حتى من الكنسانتراسيون تاو وانا عاذروا لانو اللاعب صغير في العمر وعندو طموح كونو مش احترف في البرة وعزيز متخلق برشة ولعب ممتاز جدا صار؟ صار بعثوا لي مع الكنترا قلت له دي ما يتبعثيش كونترا عاتيني الترانسفير بعدنا بتبع كهيئة مديرة على ادارة رسلنا للفريق هذا قلنا له انت تعبر عندك رغبة فيه قال اللاعب هذا ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش ما نعرفوش وما سمعتش بيه قبل ما وما حبيناش خرجوها الاعلام محافظة على اللاعب ومحافظة على اسرى الفريق حبيناش خرجوها الاعلام فقط علم بيها علمت بيها عائلة اللاعب اللي المراسلة من الفريق الامريكي اللي هو ما فماش وما يعرفش واحد اسمه عزيز جتيوي ولا وكيل اللاعبين اسمه سيم التايب واضح بيه هذا هذا هو قص عندك سواليده اسمعني هذا اللي صار يتصل بيه نسمع بعد اللاعب باع كرهبته تسعة وثلاثين الف دينار مهم و احالهم الوكيل اللاعبي عليش بيش يخرجو بيش يعطيه الوكيل اللاعبين يجيب لي لينا مئة الف دينار و بيش يخرجو تسور معتها هك معتها اللاعب في عوظ كيه يمشي يحترف ياخل الفلوس هو اللاعب يمشي يحترف بيش يعطي الفلوس مهم تسور معتها لكن يبهيكش بيش ياخن بعدو مهم نسلت سارت بعد من عائلة اللعب تصلت تصلت بي دخلت انا ترف نعرفوا ما عندي ثقة فيه وعنده تأثير ترف من الجامعة لا لا مش بالجامعة محسوب على الجامعة لا لا مش محسوب على الجامعة مقرب من الجامعة مانيش بشيقول عليه ترف انا عندي خط المعلوم مانيش بشيقول عليه ترف لا 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 ما يقول عليه دخلت انا ترف يعتي صحة وبرك الله فيه ترف هذا اللي اه 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 اضغط على سي وسيم التيب مش رجع الفلوس المكانش راي فما قضية جزائي مكانش كانت مش كون قضية جزائي مكانش كانت تبشكون قضية جزائي راجع الفلوس واضح وسيم كان تذي الفلسيوم متعصي وليد دعاء خليك اخر تعليق باجازة بربى وسيم لاحظة حسب يا الله ونعم الوكيل كان فيما إنسان شخص شخص التصل بي ولا قلية على الحكاية عزيز على فلوس عزيز عزيز بالعكس ديما يتعاملوا وديما يتعاملوا معايا وجامد لابيا عزيز ولا رأد وللولا دي كل جامد لابيا عزيز كلمني جاي لي وسيم بعثتي مال عنده صاحبه في ألمانيا بعثتي مال للخلاب بعثوا لي قلت له عزيز ياك أنا كلمت لأنتوني فأنا قلتوا شنير حكاية أنتوني هامو فمشملها لكلاب بعد ما جاوبني شيء أنتوني خلت أنا بعضي فهمتني أنت بدك تحايل عليك واسيم هكا تحب تقوله يعني أنا بكل شيء أنا بعثتك لكابتين دي كرو أنا ولجون وبعد عملت أنا قبلت تصير العملية دي بجمعة والعشرة أيام بتاع الحكاية الفقنة بها أعطيت العزيز يتواصل مع لجون ديريكت وليت أنا خرجت خليت وهو عزيز يتوح حاضر خليته يتسلف هو بأنتونيب هنا وأنتونيب أرام مجي معاه في الخطة لماذا أخذت الفلوس يا واسيمة؟ لماذا أخذت 39 مليون؟ 39 مليون سنكملوا 60 مليون سواء للجلد وأن تصير الكمنفنسيون خطر هم وقت أنهما موني كيف تدفع 100 مليون أم لا؟ نعم خطر هم الوقت نيقوثي معه قبل تمديد من النخر نيقوثي معه على أساس أنه هو ليبر نيقوثي مع أنتونيب هنا وكل شيء عندي بريكة بكتنة بكتنة ومعندي موجودين على أساس أنه لجوار ليبر كيمد التسليمات والله هو وفي جهد 200 ألف دمار أنا ذات أنتونيب هنا وطو طو طو بأساس أن أدري أن تتكلم في الميدياة فأنا أقول لك أن أتكلم في الميدياة أنا شنو أذنبكي أنا أجان أنا لقد عملت العملية تحيي واضح واسي نتحدى كانت صلبية الشخص على عزيز تيوي واحد عزيز تيوي انت عمل انا وياه وكرهبت وكلمني انه وقت خضر حكم انا عندي في امور الكراهة وكل شيء قال يشوف لي شكوني شرامة عندي قبلة تصرح كاية ذي ويحب وقتها ياخد كرباء اخرى فمني عزيز تيوي انا وياه ما هي برش تفاصيل واضح واضح وسيمةك صحة انت عطيت لوجه التنظرم لك في الموضوع فسرت لأصل حكاية انك حبيت البنيعبي تخرجه وتحيله عليك ودونك سي وليد اعطاه الفرسيون متاعه اللعبات التي تسمع فينا هي لتحكم شكون الصحيح وشكون الغلط بي نسكر الموضوع سيغالي اخذي اكثر من حجم متاعه سي وليد بي نحكيه شوية عليك انتي وعلاقتك مع لا اما موضوع وموضوع وكلال لعبين لحقيقة انا ترحته حتى مع المكتب الجامعين كلهم لانه يجب ان يتنظر لانه لعبين تعرف كل لعب عنده الحق في وعنده الحق في تموحه وطموح شرعي كونه يحب يخرج يحترف خرجه كونه فما ناس تبيع في الاوهام اللعبين وفبقوا كلا لعبين جديين الحقيقة ويعرفوا القانون ويحميوا اللعب من وكلا لعبين من بره لانه تعرف التعامل بين وكلا لعبين كل وكيل اللعبين في تونس عنده يتعامل مع وكلا لعبين وشيء فما وكلا لعبين ممتازين جدا وثيقة ويحميوا اللعب وفما وكلا لعبين اللي مغمورين ويحب ويهمهم كان في تحقيق أرباح طائلة حتى على حساب أحلام وتموحات اللعبين دجاء 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 نهار جمع زميلي باشير قارو في ميتونه كان حظ الموضوع عبير اللي معدل عمارهم تقريبا في حد بين عشرين وخمسة وعشرين سنة معتها اللعب مازال حتى معتها نضج على المستوى الذهني مازال مية في المية نجم معال تبيع له حلب يولي يمشي فما ناس اختصاصها هذا فما ناس جديين لحقا